اشتركوا في القناة ومؤسسات الكلة بتهتم بتوعية العامة لأمراض الكلة ومدى انتشارها ومدى الوقاية منها ده ما بيبقى أساسا على مستوى الأطباء فقط إنما بيشمل كل المنظومة المجتمعية المهتمة بانتشار مرض الكلة مش في مصر طبعا في العالم كله بيهتم بتوعية المرضى وأهل المرضى وهيئة التمريد وكل المجتمع المهتم بأمراض الكلة من سوشيال ميديا من إعلام من صحافة طبعا بتحاول نعرف مدى انتشار المرض الكلة الأسباب اللي بتؤدي إلى هذا الانتشار الأسباب المؤدية لزيادة نسبة الإصابة بالقصول الكلوي وبالتالي مراحل متقدمة اللي بتحتاج إلى نسيل دموي متكرر أو اللجوء إلى زرع الكلة ودائما الوقاية بتبقى أفضل من العلاج لما بنوعي الناس للمخاطر استخدام المضادات الحيوية استخدام المسكنات بصورة عشوائية الانتعاد عن الملوسات التشخيص المبكر للأمراض وبالذات ارتفاع ضغط الدم وانتشار السكر في الدم كل دي بتبقى عوامل مهمة في توعية المجتمع والناس والتبريد والتكاترة اللي التشخيص المبكر للمرض وطرق الوقاية من تطوره لأن المبنصة اللي على المراحل المتقدمة بيبقى المشاكل أكتر والأعراض الجانبية أكتر فبالتالي الوقاية من المرض نفسه ومنع تطوره مهداف المهمة للإيف كيف اللي هي الأوارنس والي هي الوعي بالأمراض ومشاكلها المنظمة برضو بتهتم بالأدفوكاسي اللي هي أن هي تانوب عن المجتمع في توصيل مخاطر انتشار مرض الكلة وطرق الوقاية منه والاهتمام المجتمعي والدولة والدول بالاهتمام بعلاج الأمراض الكلة والطرق الوقاية منها دي الحاجات الأساسية اللي بتهتم بيها الإيف كيف اللي هي التوعية والأدفوكاسي اللي هي أن تانوب عن المجتمع في إظهار المشكلة وحجمها وطرق الوقاية منها لأن ده مش بس دور ده أطباء ولا ده كاترة ولا تمريد ده دور مجتمعي ويشمل كل التخصصات وكل الوزرات في الحكومة التعليم الصحة البيئة كل في مثلا في الزراعة طرق الاستخدام السليم للمية للأسمادة يعني فيه تخصصات كتيرة بيبقى مهمة أن تبقى عندها وعي بالمخاطر اللي بتؤدي إلى انتشار مرض الكلة ده دور مهم جدا للآيف كيف ويمكن السنة دي الموضوع الأساسي اللي بتهتم بيه الآيف كيف هو صحة المرأة بالنسبة لأمراض الكلة طبعا بيبقى فيه عوامل مخصوصة أو عوامل إضافية في المرأة بتؤدي إلى انتشار مرض الكلة في السيدات أو البنات من انتشار اهتهابات المسارك البولية إلى مخاطر الحمل إلى تعرضهم أو احتمال يكون لهم حساسية مخصوصة لأمراض معينة بتظهر فيهم بأعراض جانبية أكتر من الرجال طبعا الاهتمام بمشاكل الضغط والحمل والتسمم الحمل وتأثيره على وظيفة الكلة من النقطة المهمة جدا الاستخدام الأدوية والهرمونات في السيدات برضو لأعراض جانبية على وظيفة الكلة على المدى الطويل طبعا كل المشاكل دي بيبقى فيه تركيز عليها وتوعية للتشخيص المبكر وتوعية المجتمع والمرأة بالمشاكل اللي ممكن تتعرض لها صحتها الكلوية والاهتمام بالتشخيص المبكر والعلاج المبكر لهذا الموضوع المهم شكرا جدا حديثك يا دكتورك الله يفرقك يا حسنة شكرا جزيلا